أبناء وبناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم مرة تانية مع مراجعة الرياضيات إحنا بدأنا في حل النموذج الاسترشادي الخاص بالوزارة وقلنا النموذج مكوى من 40 سؤال على شكل الامتحان واتفقنا قبل كده قلنا الجبر 12 سؤال وتمل أسئلة مسلسات و20 سؤال هندسة بدأنا في حل هذا النموذج ووصلنا للسؤال رقم 23 النهاردة نستكبل يا حبيبي مع بعض حل هذا النموذج أفكاره جميلة جدا ويريد تكونوا ذكرتوا الجزء اللي فات وتعالوا مع بعض نستكبل حل هذا النموذج وصلنا للسؤال رقم 24 تعالوا مع بعض نشوف السؤال بيقولين بيقولي إذا كانت النسبة بين طولي قطري مربعين هي 2 إلى 5 وكانت مساحة المربع الأصغر تساوي 4 سنتيمتر مربع أوجد مساحة المربع الأكبر ومديني أربع اختيارات طبعا الموضوع دلوقتي ملوش علاقة بالتشابه ده أنا بتكلم مع مساحات مربع مساحة مربع عن طريق قطره أقول له تعالى بما فكرك الأول إزاي بجيب مساحة المربع إحنا أتفقنا يا حبيبي قلنا أقدر أجيب مساحة المربع عن طريق أكتر من قناة القناة الأولى إذا علمت طول دلع المربع أقدر أجيب مساحته يقول لي أيوة مربع طول دلعه طيب يا ترى في قناة أخرى لإيجاد مساحة المربع يقول لي أيوة عرفها فاكر يقول لي أيوة إذا علمت طول قطر المربع أقدر أجيب مساحته أقول له فكرني بالقانون يقول لي نص مربع قطره يبقى أنا أشتغل النهاردة بمساحة المربع بالقانون التاني اللي هو إيه بمعلومية قطره معلوم عندي قطره أيوة قطر الأول النسبة بين القطرين كان نسبة اثنين إلى خمسة أقول له كده مساحة المربع الأول إلى مساحة المربع التاني بتساوي إيه يقول لي هنا نص مربع قطره هفرت قطره بالرمز قاف واحد يبقى نص مربع قطره ده بالنسبة لمين للمربع الأول طيب لمربع التاني نص مربع قطره هفرت قطره قاف اثنين النص راح مع النص أيوة يبقى قاف واحد تربيع إلى قاف اتنين تربيع يعني بتساوي ايه النسبة بين مساحتين مربعين ايوة بتساوي مربع النسبة بين طولي القطرين كلام رائع جدا طيب هو ايدك النسبة بين طولي القطرين بكام يقول اتنين إلى خمسة يبقى ربع الكلام ده يعني اربعة على خمسة وعشرين اقول له كده مساحة المربع الاول ولا يكن ميم واحد ومساحة المربع التاني ولا تكن ميم اتنين بتساوي كم على كام يقول لي اربعة على خمسة وعشرين جبتها منين يقول لي مربع النسبة بين القطرين طيب النسبة بين القطرين كام اتنين إلى خمسة يربع معايا يبقى اربعة على خمسة وعشرين وانا بدأت بمين اللي فوق ايوة مساحة المضلع الاصغر اللي تحت مساحة المضلع الأكبر يقول لي اللي عرفك النسبة اللي هنا التلق إلى خمسة يبقى اللي فوق أصغر باللي تحت طيب معلوم عندك إيه يقول لي معلوم عندي مساحة الأصغر طيب مساحة الأصغر كام 4 سنتيمتر مربع هنعود عن 101 ب4 على 102 بتساوي 4 على 25 المطلوب إيجاد 102 يقول لي سهلة أنا عندي نسبة بتساوي نسبة أيوة ملاحظة حبيبي ملاحظين أيوة البسط بيساوي البسط يبقى المقام بيساوي المقام ومنها 102 بتساوي 25 سنتيمتر مربع وحصلنا على مساحة المربع الأكبر والاختيار هو الاختيار الأول يبقى الكلام سهل جدا وممتع جدا أنا أديتك النسبة بين طولي قطرين مربعين أقدر أجيب النسبة بين المساحتين يقول لي أيوة مربع النسبة بين القطرين طب النسبة بدي لك 2 لـ 5 ربع يبقى 4 لـ 25 أنا أمديك مساحة الأصغر بـ 4 سنتيمتر مربع أوجد مساحة الأكبر يقول لي البسط بيساوي البسط يبقى المقام بيساوي المقام ومنها 102 بتساوي 25 سنتيمتر مربع وخلصنا السؤال رقم 24 وتعالوا نشوف السؤال اللي بعد بيقول لي في الشكل المقابل القطعة 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 قيم دال بتساوي يقول لي أيوة عندي القطعة قيم دال أستفيد إيه يقول لي أيوة يبقى فيه زوياتين متقابلتين بالرأس يبقى قياس زوية ألف هه جيم تساوي قياس زوية دال هه به بالتقابل بالرأس وهو دك المعطى قياس زوية جيم بتساوي قياس زوية به بالدهالي في المعطى يقول لي الله حلو الكلام سهل الكلام عندي زويتين من المسلس الأول ما لهم بيساوي زويتين من المسلس التالي ماذا نستنتج قول لي أنت بقى معايا أيوة سمع الشطار حبيبي بيقول لي أيوة زويتين من الأول يساوي زويتين من التاني أيوة أستنتج تشابه ولا بكتب التشابه لابد من كتابة المسلسات بالعناصر المتناظرة مهمة يعني هنا زوية جيم تناظر مين تناظر به وزوية ألف هه جيم تناظر مين ألف هه به ولا بكتب أيوة المسلس ألف هه جيم يشابه المسلس إقرأ معايا ألف تناظر دال طيب هه تناظر هه طيب جيم تناظر به مهم جداً الكلام ده عندي تناسب عندي تشابه مُعطة أستنتج إيه؟ يقول لي أستنتج تناسب تعالوا نكتب معايا تعالوا مع بعض نكتب التناسب بتاعنا أقول كده ألف هه على الضلق المناظر على دال هه بيساوي هه جيم أيوة سمعت بتساوي إيه؟ جميل جداً بتساوي على هه به بتساوي ألف جيم رد علي بتساوي على دال به تعالوا العود ألف هه طوله بكام ألف هه طوله بتلاتة كاف ألف هه طوله بتلاتة كاف طيب دال هه طوله كام مجهول على هه جيم طوله بكام طوله بخمسة كاف طيب هه به طوله بكام بستة كاف بتساوي ألف جيم مجهولة دال به مجهولة يقول لي خلاص أنا كده الكاف راح مع الكاف أيوة جبت نسبة التشابه النسبة بين طوليض العلم وتناظرين بتساوي خمسة على ستة ماذا تمثل خمسة على ستة يقول لي أيوة فاكر تمثل نسبة التشابه أو معامل التشابه وقلنا إذا كان البسط أقل من المقام أيوة يبقى المسلس الأول ماله هو تصغير للمسلس التاني والمسلس التاني هو صورة مكبرة للمسلس الأول طبعا قلنا كاف ماذا تسمى ماذا تسمى هذه النسبة النسبة بين طوليض العلم وتناظرين يقول لي أيوة افتكرت تسمى معامل التشابه أو نسبة التشابه طيب النسبة تلقى يتكام على كام خمسة على ستة هو أداك المعطى إيه قال لي مساحة المسلس قال لي بجيب إيه اللي هو الصغير تسعمائة سنتيمتر مربع اوجد مساحة المسلس الكبير دال إيه به يقول لي خلاص هل استغل بقى موضوع التشابه أيوة في إيجاد المساحة النسبة بين مساحتين مسلسين متشابهين يقول لي مساحة المسلس الأول مساحة المسلس ألف هي جيم على مساحة المسلس التاني دال هي به بتساوي إيه أيوة حبايبي فكروني يقول لي أيوة بتساوي مربع النسبة مربع نسبة التشابه أو مربع معامل التشابه طيب معامل التشابه تلقى كام يقول لي تلقى خمسة على ستة الكل تربيع يبقى خمسة وعشرين على ستة وثلاثين سهل الكلام انا مديك مساحة واحد ايوة وطلب التاني طيب هو قدني مساحة مين مديني مساحة ألف جيم هي او ألف هي جيم بتسعمائة سنتيمتر مربع اقدر اجيب مساحة التاني ايوة هسميه ميم اقدر اجيب ميم انا سامح حبايب الشطار سبقوني انا اضرب مص ايوة عايز قيمة ميم اضرب تسعمائة في ستة وتلاتين على خمسة وعشرين اختصر خمسة وعشرين مع التسعمائة يديني ستة وتلاتين اضرب ستة وتلاتين في ستة وتلاتين يديني ألف متين ستة وتسعين سنتيمتر مربع هو مساحة المربع الأكبر وما فيش أحلى من كده ولا أسهل من كده والاختيار بتاعي هو الاختيار الأول يبقى القصة تاني حبيبي قالي عندي تشابه ايوة استنتج ايه يقول لي استنتج تناسب ومن خلال هذا التناسب قلنا لابد من كتابة العناصر المتنظرة او الرؤوس المتنظرة بترتيب مهم جدا يقول لي عندي ايه عندي تشابه ايوة استنتج تناسب الأضلاع المتناظرة ما لها اطولها متناسبة ومنها طلعنا معامل التشابه او نسبة التشابه تلات بكام يا حبيبي بخمسة على ستة يبقى النسبة بين المساحتين بتساوي ايه جميل جدا بتساوي مربع نسبة التشابه يعني خمسة وعشرين على ستة وتلاتين طب انا امديك مساحة الأصغر بتاك بتسعمية اقدر اجيب مساحة الأكبر يقول لي ايوة اضرب ما قص يبقى تسعمية في تسعمية في ستة وتلاتين على خمسة وعشرين حصلنا على مساحة الأكبر الفمتين ستة وتسعين سنتمتر مربع والاختيار بتاعنا هو الاختيار الأول تعالوا مع بعض نشوف السؤال رقم ستة وعشرين بقول لي في الشكل المرسوم قالت به ممثل الدائرة عنده نقطة به وكان طول واو نون بيساوي عشرة سنتي واو نون معلوم عندك عشرة سنتي ونون هي بتلاتة وتين من عشرة سنتي وجيم نون بتمانية سنتي وكان طول دا النون يساوي طول ألف جيم وكان طول ألف به بيساوي سين اللي هو القطعة الممثة طول القطعة الممثة بتساوي سين سنتي أنا بقول لك ايه وجد قيمة سين يقول لي تمام اتعودنا أنا عندي مجهول أيوة يبقى عايزة كون معادلة أنا عندي مجهول عايزة كون معادلة معادلة واحدة أيوة طبعا يقول لي طيب ايه رأيك تعالى نخش جوه ونسمي الجزء نون دال اللي هو بيساوي الجزء ألف جيم تعالى نسميه بالرمز صاد تعالى نسميه بالرمز صاد عبارة عن ايه صاد قلنا كده سمينا دال نون اللي هي بتساوي ألف جيم سمتها بالرمز صاد بص معايا على الشكل وكمل معايا اقول لك كده عندي تقاطع وطرين داخل الدائرة يقول لي ايوة افتكرت يقول لي حاصل ضرب جزئي الوطر الاول ما له يساوي حاصل ضرب جزئي الوطر التالي اضرب معايا يقول لي صاد في تمانية بتساوي عشرة في تلاتة واثنين من عشرة اضرب معايا يقول لي تمانية في صاد بتساوي عشرة في تلاتة واثنين من عشرة اضرب معايا ايوة اتنين وتلاتين يبقى تمانية صاد بتساوي اتنين وتلاتين أقدر أجيب صاد يقول لي سهلة المضروب ينزل مأسوم ومنها صاد بتساوي ايه 32 على 8 ومنها 32 على 8 بتساوي 4 سنتي وحصلت على طول كل من نون دال وآلف جيم حلو الكلام رائع الكلام 4 سنتي 4 سنتي يبقى الأول أنا عملت ايه يقول لي الله ده هو طالب قيمة سين انت بتجيب قيمة صاد ليه اقول له ايوة من المحتاجة جيب قيمة صاد جبتها منين لاحظت اللي فيه وطرين متقاتعين داخل الدائرة يقول لي افتقرت القانون حاصل ضرب والمعاية حاصل ضرب جزئي الوطر الاول ماله يساوي حاصل ضرب جزئي الوطر التاني طب جزئي الوطر الاول 8 افساد جزئي الوطر التاني 10 في 3 والتن من 10 يعني 32 اقسم على الثمانية حاصلت على صاد بتساوي 4 سنتي مين هي صاد قلنا ده النون وهي مين تاني الف جيم اجتمل الكلام سهل الكلام رائع الكلام يقول لي تايم انا عادي اجيب سين يقول له فكرني عندي مماس وعندي وطر عندي مماس وشعاع يحمل وطر في الدائرة فكرني بالقانون يقول لي ايوه افتقرت ده مربع المماس بيساوي مربع المقطع المماس يعني الف بيه تربيع بتساوي الف بيه تربيع بتساوي ايه يقول لي صغير في كبير افتكر الف جيم في الف دال الف جيم في الف دال تعال عوض معايا مين الف بيه الف بيه طلوسين يبقى سين تربيع بتساوي الف جيم بكام لسه جايبينه بربعة الف دال كله كام يقول لي استنى مجمع اربعة وتمانية اتناشر واربعة يديني ستاشر يعني بتساوي سين تربيع بتساوي اربعة وستين انا عايز اجيب سين بس اعمل ايه خد الجزر التربيع للتلفين يبقى الجزر التربيع اربعة وستين تمانية سنتي والاختيار بتاعي هو الاختيار رقم واحد وما فيش احلى من كده ولا اسهل من كده حبيبي قلنا يهمني قبل الحل ايه الفكرة يقول لي ايوه ده نلعت ان فيه وطرين متقاتئين داخل الدايرة على طول استخدمت القانون الجميل حاصل ضرب جزئي الوطر الاول يساوي حاصل ضرب جزئي الوطر التالي وحصلنا على الجزء صاد تلعب كام باربعة سنتي بعد كده استغلت المماس ايوه مربع القطع المماسة بتساوي ايه قول انت بقى جميل جدا يساوي الصغير في الكبير افتكر الصغير طوله كام اربعة الكبير كله كان مكون من تلات اجزاء اربعة قيمة سين لتمثل طول القطعة المماسة قلب به وما فيش احلى من كده ولا اسهل من كده طالما انت فاهم هتحس ان الدولة بقت سهلة وجميلة تعالوا مع بعض نشوف السؤال رقم 27 في الشكل المقابل فاس حرفتنا اللعبة صغير في كبير يساوي صغير في كبير يلا بليني بقولك اوجة كبيرة سين عندي مجهول ايوه عايزة كول معادلة بليني القانون صغير في كبير يساوي صغير في كبير يقول لي ايوه يبقى سين فيه ايوه مستنيه سين في ايه انا سامح حدي بيقول لي في تلاتة سين حاسب احنا قلنا الصغير في الكبير كله ايوه جميل جدا انا سامح حبيبي الشطار ايوه سبقوني وقالولي اربعة سين طبعا الناس اللي مركزة حبيبي يساوي نفس القصة على القاطع الآخر الجزء الصغير كام يقول لي تمانية الجزء الكبير كام ايوه انا مستنيك اوه الجزء الكبير كله يقول لي عبارة عن ايه عبارة عن سين زائد اربعة زائد تمانية ايوه جميل جدا يبقى سين زائد اتناشر لازم احاسب كواس اوى حبيبي ولبقتي بالاجزاء احاسب كواس جدا لان اي غلطة هتكلفت للتمانية كله وخاصة المسائل الاختياري يعني همش هحاسبني على الخطوات هيحاسبك على اختيارك بس طيب تعالوا مع بعض نضرب قبل ما اضرب يقول لي الله تم تقتصر على الاربعة راحت على الاربعة فيها الاتنين يبقى سين في سين بكام يقول لي بسين تربيع بتساوي وزع التن في سين والتن في اتناشر يبقى اتنين سين زائد اربعة وعشرين بقت معادلة من الدرجة التانية في المتغير سين تعالت ابن عاية يبقى سين تربيع وادخل جوه باقشرة مخلفة سالب التن سين ادخل جوه باقشرة مخلفة سالب اربعة وعشرين بقى مقدار سلاسي وحبيبي سبقوني في تحليل المقدار السلاسي يعني معنى كده سين تربيع عبارة عن ايه يقول لي عبارة عن سين في سين اشارة الحد الاخير سالبة الاشارتين مختلفتين دور على عددين حاصل ضربهم اربعة وعشرين والفرق بينهم اتنين يقول لي سهلة اربعة في ستة اربعة في ستة ايوة باربعة وعشرين والفرق بينهم كام اتنين ما تنساش الكبير مين ستة ياخد اشارة الحد الاوسط يبقى الستة عند السالب ها والاربعة عند الموجب حاصل ضربك الميتين بيساوي صف ايوة يبقى الاول بيساوي صف ومنها سين بتساوي ستة او التاني بيساوي صف ومنها سين بتساوي سالب اربعة مر فوضة ليه لا يوجد طول بكمية سالبة هرفضها ايوة يبقى طول سين بيساوي ستة سنتي وما فيش احلى من كده ولا اسهل من كده حبيبي انا بديك ايه نقطة خارج الدائرة تحمل شعاعين الشعاعين بيحملوا وطرين في الدائرة طبق التمرين الجميل تطبيقات على التشابه في الدائرة قلنا ايه قلنا الصغير في الكبير يسوي الصغير في الكبير وحصولنا على معادلة من الدرجة التانية في المتغير سين حلتها جبت قيمة سين كلام رأى جدا والاختيار بتاعي الاختيار الاول يقول لي ايه ده هو كل المسائل الاختيار الاول مش شرط طبعا مش شرط طبعا يعني دي ما ايه ما تقول ليش فقط دايما الاختياري هو الشرط الاختيار الاول حسب التمرين وحسب الحلول ما تطلع تعالوا مع بعض نشوف السؤال رقم تمانية وعشرين بقول لي في الشكل المقابل الزوج المرتب سين وصاد بيساوي ايه ومديني اربع اختيارات يقول لي عشان اجيب الزوج المرتب لابد من الحصول على كل من قيمة سين وقيمة صاد عندي كم مجهول مجهولين يبقى عايز كم معادلة معدتين لانا قلت قبل كده يهمني التفكير ازاي ادخل للحل ازاي ابدأ الحل وبقول لك هو ده متعة المادة بتاعتنا المتعة اللي انت تشغل مخك وتفكر يقول لي ايوه انا بتكلم دلوقتي مع كم دائرة دائرتين دائرة صغرى ودائرة كبرى الدائرة الصغرى ايوه انا بتكلم دلوقتي في الدائرة الصغرى عندي ايه عندي وطرين متقطعين داخل الدائرة يقول لي لسه ايلنها حاصل ضرب جزئي الوطر الاول يساوي حاصل حاصل ضرب جزئي الوطر التالي هضرب اتنين في صاد باتنين صاد بتساوي ايه بتساوي تلاتة في سين جبت المعدلة الاولى جميل جدا اقدر اعبر عن صاد عن طريق سين يقول لي اقسم على اتنين يعني الصاد بتساوي تلاتة على اتنين سين وجبت معادلة الاولى والعلاقة بين صاد وسين قلنا بداية عندي كم مجهول مجهولين يبقى عايز كم معادلة معادلتين طبعا عدد المعادلات يساوي عدد المجهيل عندك مجهولين ايوه يبقى عايز معادلتين دخلت الدائرة الصغرى ايوه لقيت ايه لقيت حاجات جميلة لقيت تقاطع وطرين جوه الدائرة كم لقيت الكلام ايوه جميل جدا حاصل ضرب جزئي الوطر الاول يساوي حاصل ضرب جزئي الوطر التالي وجبت علاقة من صاد وسين تعالوا نخش في الدائرة الكبرى الدائرة الكبرى يقول لي برضو عندي تقاطع وطرين داخل الدائرة طيب بصوا معايا كده الجزئ الكبير ده عبارة عن ايه يقول لي عبارة عن صاد صاد زائد 6 يعني 6 في افتح قوس صاد زائد 6 ده الجزئ الاولالي شايفينه حبيبي له ملون باللون الازرق عبارة عن ايه صاد زائد 6 طيب الجزء الثاني عبارة عن ايه يقول لي 6 زائد 2 يعني بتساوي ايه بتساوي تمانية يبضرب كده تمانية تمانية في صاد زائد ست بتساوي ايه بتساوي حاصل ضرب جزئي الوطن الثاني طب جزئي الوطن الثاني عبارة عن ايه يقول لي سبعة زائد ثلاثة يعني عشرة في الجزء الثاني عبارة عن ايه عبارة عن سين زائد سبعة طب تعالى نختصر الأول الترفيه كده على اتنين عشان نساهل الدنيا على التن يديني اربعة في صاد زائد ستة على التن يديني خمسة وزع معايا يبقى بتساوي خمسة سين زائد وعتنسى خمسة وتلاتين طب وزع معايا اربعة صاد زائد اربعة وعشرين بتساوي خمسة سين زائد خمسة وتلاتين تعالى اكتبها تاني يبقى اربعة صاد زائد اربعة وعشرين بتساوي خمسة سين زائد خمسة وتلاتين دي العلاقة التانية ايوة طبعا انا اقول لك العلاقة الاولى سات بتساوي ايه تلاتة على اتنين سين طبعا انا عايز اربعة سات اضرب اضرب في اربعة اضرب دي في اربعة واضرب دي في اربعة هاضرب هنا في اربعة يبينوا اشمال اربعة على الاتنين فيها الاتنين في تلاتة ستة سين اشيل اربعة سات وحط مكانها ستة سين يبقى ستة سين زائد اربعة وعشرين بتساوي خمسة سين زائد خمسة وثلاثين اقدر اجيب قيمة سين يقول لي ايوه القل الطرف التاني جمع السلاة مع بعض يبقى ستة سين ناقص خمسة سين يتفضل سين خمسة وثلاثين ناقص اربعة وعشرين يديني احداشر حصلت على قيمة سين طيب انا عايز قيمة صاد يقول لي ايوه ما انا عارف ان صاد بتساوي تلاتة على اتنين في سين من اين من المعادلة الاولى عوض عن قيمة سين بتساوي كام يقول لي احداشر يبقى بتساوي تلاتة في احداشر تلاتة وتلاتين على اتنين يعني كام يعني ستاشر ونص حصلت على قيمة سين ايوه وحصلت على قيمة صاد ايوه يا فرحتنا ويا جمال مسألتنا مسألة ممتعة جدا 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 السين بكام السين بحداشر والصاد بكام بستاشر ونص تعالوا نشوف الاختيارات ايوه حداشر وستاشر ونص الترتيب مهم الاولى هي قيمة سين والتانية هي قيمة صاد ايوه يبقى الاختيار بتاعي الاختيار الاول مسألة جميلة جدا يبقى لعب مرة بتقاطع وطرين داخل الدايرة الصغرى وتقاطع وطرين داخل الدايرة الكبرى جبت معادلتين ايوه وعبرت عن صاد عن طريق سين ايوه وحصلنا على قيمة سين عوض في صاد جبنا قيمة صاد وما فيش احلى من كده تعالوا مع بعض نشوف السؤال رقم تسعة وعشرين مديني مسلس الف به جيم قائم في الف والاطوال المعلومة الف هي باربعة سانتي هي جيم تمانية سانتي ده اله ده ال به ستة سانتي ده اله خمسة سانتي عايز ايه اوجد طول به جيم ويقول لي والله انا عندي اكتر من طريقة للحل وما اقول اكتر من طريقة معنى كده ايه ان يبقى عندك عندك طرق كتيرة للحل ايوة بيديني ثقة اكتر طبعا وراحة اكتر وانا بحل واحد لما هقول له الاول انا عايز اجيب طول الف دال مين لا يرد علي يقول لي ايوة انت دخلت المسلس الاصغر الف دال هي القائم فين قائم في الف معلوم عندك ايه الوطر ومعلوم عندك ايه تاني دلع القيمة اعدى راجيب دلع القيمة ايوة طبعا من فيسا غرس انا سامع الشطار حبايبي سبقوني المسلس دال الف هي القائم في الف حسب نظرية فيسا غرس اعدى راجيب الف دال يقول لي ايوة الف دال تربيع بتساوي ايه مربع الوطر خمسة وعشرين ناقص مربع دلع القيمة ستاشر يساوي كام تسعة خد الجز الف دال بتساوي تلاتة سنتي وما فيش اسهل من كده جبتي تلاتة سنتي ايوة واحد لماح قال لي الله ده انا واضح اني تلاتة على ستة بتساوي نص واربعة على تمانية بتساوي نص ايوة استنتي ايه يقول لي دال ه توازي دال ه توازي بهجيم استنتي ايه تشابه المسلس الصغير الف دال ه ماله يشابه المسلس الف بهجيم حلو الكلام يقول لي اقدر اجيب النسبة بتاعتي الف دال على الف به الف دال بكام بتلاتة الف به بكام بتسعة يبقى تلاتة على تسعة بتساوي ايه دال ه بكام بخمسة على المناظر بهجيم اقدر اجيب بهجيم يقول لي اه طبعا هنا اختصر يبقى بتساوي تلت اقدر اجيب بهجيم خمسة بتلاتة بهجيم بتساوي خمستاشر والاختيار الاول وما فيش احلى من كده انا سامع واحد شاطر قال لي انا ممكن اجيبها بطريقة تانية اقول له ازاي سمعني انا هسمعك الله عليك يا ابني الله عليك انا سامع واحدة شطورة قالت لي نفس الحل جميل جدا جميل جدا لما بتركز ومتسبعني في الحل يقول لي انا حلها برا التسابق خالص اقول له ازاي يقول لي بص في المسلس قلب بهجيم ماله يقول لي مسلس قائم ضلع القيمة قلب بهجيم بكام يقول لي اتناشر سنتي ضلع القيمة قلب به بكام يقول لي تسعة سنتي يقول لي اقدر اجيب الوطر الله عليكم الله عليكم لما بتركزوا وبتجيبوا حلول اخرى حاجة بتفرحني جدا سامع الناس اللماحة قالوا لي هنحلها بفيس غرس ده ايه وطر في مسلس قائم ضلعي القيمة كام ضلعي القيمة اتناشر وتسعة اقدر اجيب طول الوطر يقول لي ايوة ربع وربع واجمع وهاتي الجز تعال اربع معايا مربع الاثناشر مية اربعة واربعين مربع التسعة واحد وتمانين اجمع ميتين خمسة وعشرين هاتي الجز خمستاشر سنتي وحصلت على طول ميتيني توازيين وميتيني طول بهجيم كله كام بمية خمسة وثلاثين سنتي وميتيني ايه تاني ميتيني الف دال الى دال به كان نسبة تلاتة الى اتنين هحط النسب يا حبيبي في دواير ليه النسبة لا تعبر عن القيمة الفعلية وميتيني ايه تاني جيم هي على هي الف جيم هي على هي الف كنسبة اربعة الى خمسة حطيت النسب في دواير وميتيني طول بهجيم بتساوي مية خمسة وثلاثين سنتي وميتيني سين دال يوازي جيم ألف وميتيني اتالي ميتيني صاد هي يوازي ألف به هو عايز ايه عايز طول سين صاد اوجه طول سين صاد احنا قلنا يهمني الفكرة افكر ازاي نحصل على طول سين صاد انا سامح حبيبي قالولي تعالى نشوف الطريقة الاولى يقول لي فيه اكتر من طريقة طبعا دا احنا بتتكلم في المادة الايه المادة الممتعة المليالة حلول وطرق عشان اقدر افكر بعد كده في حياتي فاي مشكلة اشوف لها اكتر من حل لاني تعوت في مادة الرياضة الممتعة اني الاقي حلول كتيرة للمشاكل للمسائل انا عايز ايه الطريقة الاولى يقول لي ايوه يقول لي اجيب به سين واجيب به صاد جبت به سين وبه صاد ايوه اطرحهم من بعض نحصل على طول سين صاد ادي اول فكرة طب الفكرة التانية واحد يقول لي لأ انا اجيب جيم سين وجيم صاد اطرحهم من بعض نحصل على سين صاد رائع جدا واحد ثالث سمعه بيقول لي ايه يقول لي لأ ده انا اجيب به سين واجيب جيم صاد واجمعهم واطرحهم من 135 اجيب سين صاد جبنا كم طريقة حبايبي ثلاث طرق لحل التمرين حل باي طريقة يقول لي خلاص تعال هنا انا عايز اجيب به سين ايوه استغل المعطى اقوله بما انه ده سين يوازي الف جيم استنتج ايه يقول لي ايوه استنتج تشابه وبالتالي استنتج تناسب كمل معايا اقولك كلا به اقولك به سين المجهول على به جيم بيتساوي ايه انا اقول لي النسبة الاولى وانت كمل النسبة التانية به سين على به جيم كله بيتساوي ايه يقول لي ايوه انت خدت صغير على كبير ايوه بتساوي صغير على كبير يعني بتساوي بهدال على بهجيم يعني يؤدي الى بهسين بكم اللي انا عايز اجيبه ادي بهسين المجهول بتاعي على بهجيم بكله بكم بمية خمسة وتلاتين بتساوي بهدال بكم النسبة بتاعتنا ايوه باتنين والنسبة بهجيم كلها بكم الناس اللي ايه اللي مركزها يبقى النسبة خمسة اقدر اجيب بهسين ايوه يقول اقدر اجيب بهسين يبقى بهسين بتساوي ايه مية خمسة وتلاتين في اتنين على خمسة اختصر يبقى اتنين يتفضل تلاتة فيها سبعة وعشرين في اتنين اربعة وخمسين سنطي طيب بما ان صاد هه يوازي الف به استنتج تناسب قول معايا يبقى ايه استنتج تناسب ايوه قلني تناسب بقى يقول ايوه انا عايز اجيب بهسات انا عايز اجيب بهسات اقول بهسات على بهجيم بهسات على بهجيم اللي هو بكم بهجيم ببئة خمسة وتلاتين بتساوي المناظر الف هه على الف جيم يعني بتساوي خمسة على تسعة اضرب ماص يؤدي الى بهسات بتساوي خمسة في مية خمسة وتلاتين على تسعة اختصر دي معادي فيها الواحد فيها خمستاشر في خمسة خمسة وسبعين سنتي انا جبت بهسات خمسة وسبعين سنتي جبت بهسات تلع بخمسة وسبعين سنتي وجبت بهسين تلع باربعة وخمسين سنتي اقدر اجيب سنتصاد يقول لي سهلة عبارة عن ايه خمسة وسبعين ناقص اربعة وخمسين بتساوي واحد وعشرين سنتي والاختيار بتاعي هو الاختيار الاول وما فيس احلى من كده ولا اسهل من كده حبيبي السؤال رقم واحد وتلاتين بقول لي في الشكل المقابل عندي عدة مستقيمات متوازية ميم واحد يوازي ميم اتنين يوازي ميم تلاتة وعندي القواطع ادي القطع الاول لم واحد القطع التاني لم اتنين القطع التالت لم تلاتة يقول لي ايوه افتكرت نظرية تلس اذا قطع مستقيمان عدة مستقيمات متوازية استدق ايه يقول لي ايوه القطع المحصورة على احدهما ملها تتناسب مع القطع المحصورة على القاطع الاخر كلام رائع جدا اقول لك كده عندي بيم واحد يوازي بيم اتنين يوازي من تلاتة ولم واحد ايوه ولم اتنين قاطعان لهم استدق التناسب يقول لي سين على سين زاد التن كم من معايا سين على سين زاد التن ايوه اديني النسبة الاخرى يقول لي اتناشر على عشرين اختصر على الاربعة تلاتة على الاربعة خمسة الله جبت ايه جبت تناسب وقدر اجيب قيمة سين حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين اضرب معايا خمسة سين اضرب معايا تلاتة في سين جميل جدا تلاتة في اتنين ستة جمع السينات ايوه يؤدي الى خمسة سين ناقص تلاتة سين يعني اتنين سين بتساوي ستة ويؤدي سين بتساوي تلاتة سنتي وما فيش احلى من كده وما فيش امتع من كده انا عندي ايه عندي توازي ايوه وعندي قاطعين لهم استنتج ايه تناسب الاجزاء المحصورة على القاطع الاول ملها اطولها تتناسب مع الاجزاء المقطوعة على القاطع الاخر نظرية تلس طبعا سامي حبابي بيقول افتكرنا طيب تعال الاستخدم تاني كمان قاطع عشان اجيب قيمة سام يقول لي خلاص هتكلم مع القاطع لام ثلاثة والقاطع لام واحد او لام ثلاثة ولام اتنين هي هي ما اجيبت قيمة سين سين بكام تلاتة تلاتة وسبعة يبقى عشرة هات اجزاء القاطع لام تلاتة يبقى عبارة عن ايه يقول لي عبارة عن صاد على عشرة بتساوي ايه لسه جايبينها قلنا اتناشر على عشرين اللي هي تلات بكام على كام تلاتة على خمسة اضرب معايا اقدر اجيب الصاد يقول لي سهلة اضرب عشرة في تلاتة بتلاتين على خمسة يعني بتساوي ستة سنتي هو عايز ايه انا جبت سين وساد ارجع قل لي بقى هو عايز ايه المطلوب يقول لي سين زاء الصاد اجمع سين زاء الصاد بكام يقول لي تلاتة زاء ستة يعني تسعة والاختيار رقم تلاتة وما فيش احلى من كده ولا امتع من كده هنتكلم دلوقتي بالسؤال رقم اتنين وتلاتين في الشكل المقابل الله ده مديني منصف زاوية خارجة الف دل هو منصف الزاوية الخارجة عند الف عايز ايه المطلوب ايجاد طول المنصف يقول لي انا فكره احنا خدنا قبل كده قلنا الف دل بيساوي ايه خدنا حتين حبيبي خدنا طول المنصف الداخلي وطول المنصف الخارجي وتعالى لما فكرت بالقوانين انا عايز طول المنصف الداخلي يقول لي ايوه بيساوي الجزر التربيعي لحاصل ضرب حاصل ضرب طول ايه ضلعين ناقص حاصل ضرب جزئي القاعدة دا مين دا طول طول منصف الزاوية الداخلة تاني ايوه تاني طول منصف الزاوية الداخلة للمسلس يساوي ايه الجزر التربيعي لحاصل ضرب طول ضلعين ناقص حاصل ضرب جزئي القاعدة طيب عادة تكر طول المنصف الكارجي بيساوي الجزر التربيعي المراضي هبدأ بمين هبدأ بجزئي القاعدة حاصل ضرب جزئي القاعدة ناقص حاصل ضرب طول ايه ضلعين يقول لي فيه جزئي القاعدة ايوه ابدأ من به واروح لدال اقول كلا به دال فيه دال جيم دول حاصل ضرب جزئي القاعدة ناقص حاصل ضرب جزئي الضلعين الاخرين يعني به الف فيه الف جيم طول طيب هو به دال عندنا ايوه معلومة عندي باثناشر طول به دال معلوم ايوه طول دال جيم معلومة لا يبقى مش هقدر اطبق القانون الا لما جيب طول دال جيم بألف عندنا ايوه معلومة الف جيم عندنا ايوه معلومة يبقى انا عندي مشكلة المطلوب ايجاد دال جيم عشان اقدر عوض ونحصل على الف دال طبق جيم دال جيم من ايه اقولك بما ان بما ان الف دال منص في الخارجة يقول لي خلاص استخدم ايه التناسب ابدأ من به يلا به دال على دال جيم بتسوي ايه اقول انت بقى جميل جدا يقول لي اوعى تنسى ابدأ برضو من به واطلع على ضلعين من اضلاع المثلث يقول لي به الف على الف جيم يعني بتسوي تسعة على ستة على تلاتة فيها تلاتة على تلاتة فيها الاتنين يبقى بهدل الى دال جيم بتسوي تلاتة على اتنين طيب بهدل معلومة ايوة معلومة باثناشر يبقى اتناشر على دال جيم بتسوي تلاتة على اتنين مين الشاطر اللي يقول لي نجيب دي الجنب دال بكام يقول لي اضرب معايا التف باثناشر اربعة وعشرين عال تلاتة جبتي ده الجيم بتمانية سنتي تعالى نعوض مع بعض عوض معايا بهدل بكام بهدل باثناشر ده الجيم ايوة لسه جاي بينها بتمانية ناقص بيه الف عندنا ايوة بتسعة الف جيم عندنا ايوة بستة طبعا الشطار حبايبي سبقوني اتناصر في تمانية يقول لي ايوة ستة وتسعين تسعة في ستة اربعة وخمسين اطرح يبقى عبارة عن ايه يقول لي عبارة عن اتنين واربعين يعني عبارة عن الف دل يساوي جزر اتنين واربعين سنتي وهو الاختيار الاول وما فيش احلى من كده ولا امتع من كده يبقى احنا بنتكلم النهاردة مع بعض وبنتنقل من زهرة لزهرة وبين واردة لوردة فين في بستال الهندسة بستال المتعة انت لما يكون فاهم ومعاك القوانين ايوة بتريحك طبعا برضو ما زلنا مع المنصف وبقول له هنا انا عندي منصف ايوة استنتج ايه تناسب النسبة بين جزئي القعدة تساوي النسبة بين طولي الضلعين الاخرين وعندي توازي ايوة استنتج تناسب تعالوا مع بعض نشوف هو عايز ايه هو عايز دال واو على واو جيم دال واو على واو جيم اجيبها منين يقول له خش المسلس دال به جيم حبيبي بما انه واو هيه يوازي به جيم استنتج ايه يقول له استنتج تناسب مليني همليك النسبة الاولى وانت مليني النسبة التانية دال واو على واو جيم الله عليكم انا سمعك اهو ايوة بتساوي دال هه جميل جدا على هه به طيب دال هه على ايه به بتساوي ايه من المسلس الف دال به يقول له الله ده النسبة بين جزئي القعدة وانت عندك ايه عندك منصف داخلي يقول لي خلاص عرفتها النسبة بين جزئي القعدة ايوة بتساوي النسبة بين طولي الضلعين الاخرين انت بدأت هنا من كام يقول لي ايوة بدأت من دال وانت طلع على الاضلاع تبدأ برضو من دال حبيبي الشطار حبيبي الشطار انت بدأت النسبة الاولى من دال ابدأ النسبة تانية من دال يعني دال الالف على الالف به يعني بتساوي ستة على تمانية اختصر على الاتنين تلاتة على الاتنين اربعة اذا دال واو على واو جيم بتساوي تلاتة على اربعة الاختيار المرة دي الاخير وما فيش احلى من كده ولا امتع من كده يبقى تعملنا النهاردة مع ايه تعملنا مع التشابه وتعملنا مع وطر مسلس قائم وتعملنا مع التوازي وتعملنا مع المنصف الداخلي وتعملنا مع المنصف الخارجي وتعملنا مع تقاطع وطرين جوه الدائرة وتقاطع شعاعين يحملان وطران داخل الدائرة وتعملنا مع مماس مماس او شعاع يحمل مماس للدائرة وشعاع يحمل وطر في الدائرة يعني خد تشكيله رائعة السعاع الرقم 34 في الشكل المقابل عندي ايه يقول لي الله ده عين ميم منصف زوية عين وصاد ميم منصف زوية صاد الله تقاطعه في ميم انت عايز ايه يقول لي اكمل تمالية لمعين بتسوي كام في لمصاد يقول لي تعالي شوف الساكل الاول ده عين عندي ميم عين وميم صاد عبارة عن ايه منصفات زوية مسلس تقاطعه فين في لقطة واحدة الله انا سامع واحدة ممتازة سمعتك بتقول لي انا عرفت الحل ايه هو سمعيني جميل جدا قالت لي منصفات زوية رؤوس المسلس ملهة تتقاطع جميعا في نقطة واحدة كلام رائع جدا كلمة السر اللي حلت التمرين ايوه تانيه منصفات زوية رؤوس المسلس ملهة تتقاطع جميعا في نقطة واحدة يقول لي ايوه يبقى معنا كده ايه بما ان عين ميم ينصف زوية عين ايوه صاد ميم ينصف زوية صاد ايوه رد علي بقى يبقى سين ميم مالو جميل جدا ينصف زوية سين طبعا ليه منصفات زوايا رؤوس المسلس تتقاطع جميعا في نقطة واحدة وبالتالي اذا سين لام عبارة عن ايه يقول لي منصف داخلي منصف داخلي ايوه يا جماله يا فرحتنا استنتج ايه يقول لي ايوه خلصت استنتج تناسب حد يماليني عين لام على لام صاد عين لام او لام عين او لام عين على لام صاد بتساوي لام عين على لام صاد ايوه بتساوي ايه يقول لي بتساوي عين سين على سين صاد يعني بتساوي خمسة على تمانية وحاصل ضرب الترفير يساوي حاصل ضرب الوسطير يعني تمانية في لام عين تمانية في لام عين بتساوي خمسة في لام صاد وما فيش احلى من كده والاختيار بتاعي هو الاختيار الاول وما فيش اجمل من كده وما فيش انتع من كده حبيبي مع المتعة من انسى نفسنا طبعا يعني النهاردة ان شاء الله عادك تقعد تذاكر كل التمارين وتجمعها وتحلق بيدك تاني تتضرب على الحل وانا مش هسكوا طبعا في حلقات المراجعة القادمة هجمع لك مجموع التمارين جميلة جدا ان شاء الله بذلله في نهاية الحلقة حبيبي اتقدم لكم انا وكل زملائي وفريقي العمل بالبرنامج وامنيت لكم جميعا بالنجاح والتفوق دائما مع برنامج سر التفوق والى اللقاء ان شاء الله بذلله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته